بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درس اليوم مادة رغتي للصف الأول تهيلي فكرة إن شاء الله اليوم سنتابع سلسلة دروسنا حول كتابة النص أريد منكم فقط كما تعودنا في كل درس أن نلتزم بالتعليمات الظاهرة أمامكم حتى نتمكن من المتابعة مع المعلم بشكل جيد لابد دائما أثناء عملية التعلم أن نكون في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهوية مناسبة حتى نتمكن من المتابعة مع المعلم بشكل جيد وجود أحد أفراد الأسرة البالغين بصحبتنا مهم جدا لمساعدتنا في عملية التعلم أخيرا الكتاب والقلم حتى نتمكن من المتابعة بشكل جيد مع المعلم درسنا هو عن كتابة النص نريد أن نتعرف على كيفية كتابة النصوص بشكل مناسب ماذا نقصد بالنص وكيف نتمكن من كتابة النص مهم جدا أن نعرف أن النص هو عبارة عن مجموعة من الكلمات التي نصف بها شيئا معينا هذه الكلمات تتكون أو تكون جملا لوصف شيئا ما هذه الكلمات عندما تجتمع نقول عنها نصا وسنتعرف خلال الدرس على النصوص وكيف نكتبها إذن النص مجموعة من الكلمات نستخدمها للوصف لوصف شيئا معين طبعا هناك أنواع كثيرة من النصوص لكن مهم أن نعرف الآن كيف نكتب النص لدينا الآن تدريب نريد من خلال هذا التدريب أن نتعرف على مهارة مهمة وهي أن يكون النص الذي نريد كتابته مناسب للموضوع النص أو للموضوع الذي نريد أن نكتب عنه في هذا التدريب صورة هذه الصورة سنعتبرها عنوانا للنص ونريد أن نختار النص المناسب لهذه الصورة حتى نعرف كيف نكون جملا تتناسب مع الموضوع الذي نريد أن نكتب النص عنه طيب لدينا هنا ثلاثة نصوص أو ثلاث جمل ولدينا صورة الصورة لأي شيء حسنتم مصحف طيب لدينا ثلاث جمل هذه الجمل كل واحدة منها تعبر عن شيء معين سنلاحظ ما هي الجملة أو سنختار الجملة التي تتناسب مع الصورة حتى نتمكن من التعرف على النص المناسب للموضوع قلنا أن موضوع النص هو هذه الصورة النص يتكلم عن المصحف عن القرآن إذن نريد جملة من هذه الجمل الثلاث تتناسب مع الصورة أمامنا نعتبر أن هذه الصورة هي عنوان النص طيب الجملة رقم واحد أداوم على قراءة القرآن الكريم أداوم على قراءة القرآن الكريم أي أني أقرأ القرآن الكريم باستمرار في كل وقت أداوم على قراءة القرآن الكريم هذه الجملة الأولى الجملة الثانية أذهب إلى المدرسة كل يوم أذهب إلى المدرسة كل يوم الجملة الثالثة ألعب بالكرة مع أصدقائي ألعب بالكرة مع أصدقائي إذن لدينا ثلاث جمل ولدينا صورة ما هي الجملة المناسبة؟ هل أداوم على قراءة القرآن الكريم؟ أو أذهب إلى المدرسة كل يوم؟ أو ألعب بالكرة مع أصدقائي؟ دعونا ننظر إلى الصورة ماذا يوجد في الصورة؟ قرآن إذن هذا القرآن عندما أستخدم الجملة هو عنوان النص إذن لابد أن تكون الجملة مناسبة طيب لما أناظر القرآن الكريم أريد الآن أن أكتب نصا عن القرآن سأقول أداوم على قراءة القرآن الكريم لأنه كلام الله طيب إذن هذا النص مناسب للموضوع موضوع ماذا؟ موضوع النص ما هو القرآن الكريم إذن الجملة أو النص الذي نريد كتابته يجب أن يكون مناسب للصورة طيب الجملة الثانية أذهب إلى المدرسة كل يوم هل في الصورة ما يدل على الذهاب إلى المدرسة؟ لا إذن هي جملة غير مناسبة للصورة طيب الجملة رقم ثلاثة الجملة رقم ثلاثة الجملة رقم ثلاثة قلنا أنها غير مناسبة للصورة لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء في الصورة يناسب الجملة أذهب إلى المدرسة كل يوم جملة غير مناسبة للصورة طيب الجملة رقم ثلاثة آخر جملة ألعب بالكرة مع أصدقائي هل تناسب الصورة؟ لا تناسب الصورة إذن أيضا نستبعدها بقي لدينا أول جملة وهي أداوم على قراءة القرآن الكريم وهي الخيار المناسب والخيار الصحيح إذن هذا هو النص المناسب للصورة النص المناسب للصورة إذن دائما عندما نريد أن نكتب نصا يجب أن يكون يتناسب أو مناسب لعنوان النص أو للموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه هنا نريد أن نتحدث عن القرآن الكريم إذن سنستخدم الكلمات المناسبة التي تعبر عن القرآن الكريم لا صح أن نستخدم كلمات تتكلم عن موضوع آخر لماذا؟ لأن موضوع النص هو القرآن الكريم إذن سنستخدم هذه الكلمات التي تدل على عنوان النص إذن النص المناسب أداوم على قراءة القرآن الكريم طيب الآن لدينا أيضا ثلاثة نصوص ثلاثة جمل ولدينا صورة هذه الصورة ستكون عنوان النص عنوان النص سيتكلم عن الجمل نريد ماذا؟ نريد نصا جملة تتكلم عن الجمل طيب دعونا نقرأ النص الجملة الأولى يعيش الجمل في الصحراء يعيش الجمل في الصحراء هذه الجملة رقم واحد طيب الجملة رقم اثنين أذهب إلى المدرسة كل يوم أذهب إلى المدرسة كل يوم الجملة الثالثة ألعب بالكرة مع أصدقائي طيب أي الجمل الثلاث فيها وصف للجمل أو تتكلم عن الجمل طيب دعونا نقرأ الجملة الأخيرة ألعب بالكرة مع أصدقائي هل عنوان النص يتناسب مع الجملة؟ هل الجملة مناسبة للصورة؟ هل الصورة فيها كرة؟ أو فيها أحد يلعب بالكرة؟ صورة فيها جمل إذن الجملة غير مناسبة سنقوم باستبعادها آخر جملة سنستبعدها لأنها غير مناسبة للصورة طيب الجملة الرقم الثنين في المنتصف أذهب إلى المدرسة كل يوم هل الصورة تتناسب مع الجملة؟ هل هناك شيء يتناسب مع الجملة؟ أذهب إلى المدرسة كل يوم إذن جملة غير مناسبة للصورة إذن نقوم باستبعادها كذلك طيب دعونا نقرأ الجملة رقم واحد تقول الجملة رقم واحد يعيش الجمل في الصحراء طيب هذه جملة معبرة لماذا؟ لأن هنا صورة جمل والنص يخبرنا أن مكان تواجد الجمل هو الصحراء يعيش في الصحراء يتكاثر في الصحراء ينام في الصحراء يتغذى في الصحراء إذن هو يعيش في هذا المكان إذن الجملة رقم واحد جملة صحيحة مناسبة للصورة مناسبة للصورة أو لموضوع النص الذي نريد أن نتكلم عنه طيب الآن لدينا أيضا ثلاث جمل نريد أن نعرف ما هو أو ما هو النص الذي يتناسب مع الصورة لدينا مجموعة من العمال الأشخاص يقومون بالعمل في المزرعة إذن هم عمال الصورة تتحدث عن أهمية العمل نريد أن نستخرج جملة تتكلم عن أهمية العمل ما هي الصورة أو ما هي الجملة عفوا التي تتناسب مع ماذا مع الصورة الجمل نريد أن نستخرج منها جملة تتكلم عن العمل طيب العمل عبادة وهو طريق المستقبل هذه أول جملة لديكم في الكتاب العمل عبادة وهو طريق المستقبل هذه الجملة الأولى الجملة الثانية العلم نور والجهل ظلام الجملة الأخيرة أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا طيب لدينا ثلاث جمل أو ثلاث نصوص أين هو النص الذي يتناسب مع العمل الذي يتكلم عن العمل هل النص رقم واحد العمل عبادة وهو طريق المستقبل أو النص رقم اثنين العلم نور والجهل ظلام أو النص رقم ثلاثة أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا هل في الصورة شخص نائم لا يوجد في الصورة شخص نائم أريدكم أن تنظروا إلى الصورة جيدا هل فيها شخص نائم إذن نقوم باستبعادها طيب الصورة الجملة المنتصف تتكلم عن العلم عن العلم هل في الصورة شيء يدل على العلم شيء يدل على القراءة الكتابة المدرسة ها نظروا يا الصورة جيدا هل فيها شيء يدل على العلم إذن الجملة غير مناسبة طيب الجملة رقم واحد العمل عبادة وهو طريق المستقبل طيب الصورة فيها نا أو فيها أشخاص يقومون بالعمل إذن جملة مناسبة لماذا؟ جملة مناسبة للصورة جملة مناسبة للصورة إذا أردنا أن نتحدث عن العمل سنستخدم الجمل أو الكلمات التي تتناسب مع الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه إذن لابد دائما أن يكون عنوان النص أو النص يناسب الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه إذا أردنا أن نتحدث عن المدرسة سنستخدم الكلمات التي تتكلم عن المدرسة لو أردنا أن نتحدث عن لعب الكرة سنستخدم الكلمات التي تتكلم عن نفس الموضوع دائما يكون عنوان النص أو الجمل التي نستخدمها في النص مناسبة للنص طيب لدينا هنا ولد يقرأ ولدينا ثلاث كلمات أو ثلاث جمل عفوا الجملة أو النص سيتكلم عن أي شيء عن القراءة عن القراءة هذا هو عنوان النص القراءة نريد الآن أن نكتشف النص الذي يتناسب مع الصورة الجملة الأولى الطائرة وسيلة مواصلات سريعة الجملة الثانية القراءة عمل مفيد لأنها تقوي اللغة وتعطي الطالب الكثير من المعلومات الجملة الأخيرة الرياضة مفيدة للجسم طيب أي هذه الجمل أو أي هذه النصوص يتناسب مع الصورة أي هذه النصوص يتناسب مع الصورة هل الجملة الأولى الطائرة وسيلة مواصلات سريعة هل في الصورة طائرة هل يوجد أمامنا طائرة لا يوجد أمامنا طائرة إذن هذا النص غير مناسب للموضوع نريد نصا يتكلم عن القراءة نريد النص أن يكون يتكلم عن القراءة إذن نقوم باستبعاد أول نص لماذا؟ لأنه غير مناسب للصورة طيب النص رقم اثنين القراءة عمل مفيد القراءة عمل مفيد لماذا؟ لأنها تقول لغة وتعطي الطالب الكثير من المعلومات إذن لدينا هنا نص يتناسب مع الصورة لدينا نص يتناسب مع الصورة نقرأ النص مرة أخرى وننظر إلى الصورة جيدا القراءة عمل مفيد لأنها تقول لغة وتعطي الطالب الكثير من المعلومات إذن عندما أقرأ ماذا فعل الآن؟ أقرأ إذن أريد أن أستخدم الجملة أو النص المناسب للقراءة لابد دائما أن نختار الكلمات التي تتناسب مع الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الآن نريد أن نتكلم عن القراءة ما هو النص المناسب؟ القراءة عمل مفيد لأنها تقول لغة وتعطي الطالب الكثير من المعلومات آخر نص موجود الرياضة مفيدة للجسم أيضا غير مناسب لماذا؟ لأن الولد في الصورة لا يقوم بممارسة الرياضة إذن أبناء دائما تذكروا عندما نريد أن نتحدث أو نكون نصوصا يجب أن يكون النص يتكون من كلمات تصف الموضوع الذي نريد أن نكتب النص حوله الصور قبل قليل هي عبارة عن مواضيع النصوص التي نريد أن نتكلم عنها دائما يجب أن نختار الكلمات المعبرة بشكل صحيح تمنى أن نكون استفدنا من الدرس شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته